تعتبر إصابة الركبة من بين الإصابات الأخطر والأكثر شيوعا بين لاعبي كرة القدم وقد تكون الإصابة مباشرة ناتجة عن تدخل لاستخلاص كرة أو غير مباشرة ونتجة عن دوران أو التواء ويتكون مفصل الركبة من التقاء أربع عظام هي عظمة الفخذ والقصبة والرضفة وعظمة الشضية ويسند هذه العظام غضروف وقن ويلينها السائل الزليلي وتثبتها الأوتار والعضلات وأربعة أربطة رئيسية هي الرباط الأمامي والخلفي والوسطي والجانبي وإصابات الركبة عديدة وقد تؤثر على الأربطة والغضروف والأوتار أما إصابة الرباط الصليبي الأمامي فهي الأكثر خطورة وقد تبعد اللاعب عن المباريات لمدة تتراوح بين 6 وتسعة أشهر وغالبا ما ينتهي الأمر بالجراحة